سلوبي مغربا أساتات سلقجع عنده سنين هو يخدم عندهم سنين هو يخدم معنى اللي كنا ندابزوا في مبيناتنا ما زلنا ندابزوا أنا إني مقلتها ونعوتها وكتبتها في الفيسبوك لو لخيانة مولاي عبد الرحمن كان الأمير عبد القادر ينتصل على فرنسا لو ما خانوش مولاي عبد الرحمن لو ما قتلوش البعميدي راسول بعثوا يتفاوض معهم ذبحوه رغم ذلك أنه الجزائر كان عطاث التسريع للمغاربة للفريق المغربي أنه يجيب من المغرب إلى قسانتينا بشرط أنها ما تكونش طائرة مغربية فقط قال استدلة بذلك قال لك وش معلتها أنه المغرب ما جاتش للجزائر في الشان وما عنداش حجة ولا كاف ما سلطتش على عقبة حد الآن يعني نقولوا ها بسريح العبارة إذا كانوا يعتبروا أنه قضية السحراء الغربية في السحراء الغربية الجزائر لم تكن طرف أصلاً فيها موسيقى 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 وضعك في السورة غايتنا السلام عليكم و مرحبا بكم في الفيديو الجديد موسيقى 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 خلص مسميقى غدا لا يحتاج إلى الوبيين يجب لفترخنا الوبيين المبينة على كاف أولاد الgaspجابات صحيح على كيودة في منضاع دخولさ على اقوام الكلام فقد تم 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 سيئة لكن هناك توسول و Patrib contents فكيف ي jusque قال في حواري أيضا وهو يحرص على التفاصيل التي أخفتها الكاف بهذه العبارة يعني الكاف أخفت هذه التفاصيل عن الرأي العام الإفريقي الكروي في البداية أوقفوني بشكل مؤقت وطلبوا مني أن أرد قبل منتصف اليوم الموالي يعني ما منحوش موالي 24 ساعة على الأقل رددت عليهم لمعرفة ما يحدث لا أعرف الشخص المعني ولا عما يتحدثون في اليوم الموالي صلتوا علي عقوبة لم يسبق لي أن رأيته هذا عندهم عدة ملفات كثيرة كما قال مكدسة وسبقوا في الملف الخاص به وعلى أصدر القارات فضل الشيخ كم الفقر يقول لك علي ما أخذوش قرارات بعض القرارات خاصة لما سمعنا في فضيحة تيبي مازانبي مع فريق نهطة بركان وحاولوا رشوة إرشاء مدرب الحراس على مباراة كانت مهمة بالنسبة لي نهطة بركان أمام تيبي مازانبي علش غموا كل هاد هاد القضايا هادو علش لما يتعلق بالجاعة الغربية كل شي يمشي علش سلام 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 أبقى تفسيرا شيخ نطرح معك نطرح معك ونقشوها معك قال لقد غيروا تذكيرت السفري ولهذا عدت إلى بلادي يعني الكاف قامت بشكل أخر بطرده من المسابقة نطرح معك نطرح معك نطرح معك ونقطة مهمة شيخ يتحدث عني نكار نحن نتحدث عن الانتحاد نحن قلنا ونكروها اليوم يلعان لوبينك سلو بي مقربا أساتات سلقجع عنده سنين هو يخدم عندهم سنين هو يخدم نحن اللي كنا ندفزو في مبيناتنا نحن ومزنين ندفزو جمال شو جمال يخدم بلاده ربي سهل عليه نعم هم نحسنا ربي سهل عليه ما يدناش ما يدناش السيادة الوطنية وما يدناش البلاد ما يدناش المتخبت عنه ربي سهل عليه نحن قادره مصطافة مانش يقول علاش يدن البلاد اعنان ينقول لك هذا هذا راهو كيش هو راهو يهدد في الآخرين في حالة ما إذا تأخذوا موقف ضد المغرب رانا رايحين المسؤول اسمح لي أنا بينا نكمل فاسكو يساجد نو يساجدن بي اسكو يساجدن بي سيجون دوشوس نعرفوهم منذ التاريخ منذ القدم منذ الأيمر عبد القادر إلى يومين هذا ونحن نعرف هذا الكوبا أني نقولتها ونعودتها وكتبتها في الفيسبوك لو لخيانة مولاي عبد الرحمن لكان الأيمر عبد القادر ينتصل على فرصة لو ما خانوش مولاي عبد الرحمن لو ما قتلوش البوحميدي راسول يتفاوض معهم باش نكونوا واضعين وهذه أمور تاريخية شاهدت عليها التاريخ وخلي 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 احنا رانا نقوله اليوم أنا بغذي النظر مغرب أو أي بلد كان أنا أنا قالوا ناس بكري وقالوا الجزائريين عند رجالك وزقل معهم احنا الرجال اللي كانوا كائنين احنا في الهيئات الأوروبية في الدول اي جزائري كانت عنده منصب نحينا واللي يجي يسبخوه بدي انتارك شايف الشان بكل مسبو ولكن بكل حصر ايضا انا التأسف تأسف شديد انا نلاعرف في المناصب الشرافية انا رؤساء قدماء اللي كانوا كانوا على رأس الهيئة الهيئة الفيدرالية لأكتور البرزيدونز في زفها طنا في الحصة الماضية هو شرف دين عطو في الجنة الشام عطو كي تخلي الشيراطون يحدى الرينيو قلب الدنيا زفزاف قلبوا انت يتحاوز حاوزوا بيزافري كحاروا كيفاش حبيت انتا شوف نبيل شوف نبيل وانت اي كامبار بيزافري كامبار بيحاوز لي كامبار اللي اذكرهم واحد يفاوز لازم تحبس هذا الهذا 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 الامرات حنا اقول اسرافات مهزلة 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 نظر عني البلد المشاوش والله البلد الذي ينافشونه والله البلد الذي يفزد علينا كل الاعرس كما قال رئيس الجمهورية ببارك لمطرة والثلج هذا الان يصفوا فالربما رب حافظنا لا علينا ولكن انتا وشرك توظف انتا وشرك تخدم انا نقول على الهيئات الرياضية يقول الناس بكري قوموا لطلق جمهورية دارت كلش ويزارة دوا دوا كلش لازم فرسلوا كتير اعطاوكم كل الانكانيات باركونا من التفايليات هذو ترحوا تتهوسوا في الشرطان ما بين نسؤولين عيب وفي نفس الوقت شهادة 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 مرح ديميسينا بلاكاف هاي زفزافيك اربحتك اخسن لنرجاليا كي بغزتي كنت اخسن لنرجاليا نزيدك هذو نزيدك هذو نزيدك هذو نزيدك هذو الصحفي البنين اللي يعرف خبايا الكاف قال في سياقم مادرة فقط قال موقوف الكاف مع كل ما هو مغرب حيث قال المغرب قاطع الشان والكاف لم تقدر على معاقباتهم حتى الان يا نبيل سؤال اسمح لي بارك هل امشان موتسيبي هل امشان موتسيبي هل امشان موتسيبي موتسيبي انفانتينو اللي دو سموهم دي زوم دي بون زوفيس مشاولي المغرب المغرب دارولهم ميزانسان في الماتار طائرة الموتور نايد والجوار حاضرين وغمور حقا حقا هننستنو في الوطوريزاشن رغم ذلك انه الجزائر عطاث التسريع للمغاربة للفريق المغربي انه يجيب من المغرب الى قسانتينة بشرط انها لم تكون طائرة مغربية فقط قال مقبول سنجيلة 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 دل دي بار دل دي بار ستدير لازم تخلق تخلق عاجة عاجة مهمة ولا جو دي جو پوز لكيسي بعد ما حدث الى البنين هذا المغبون سؤال اللي يطرح نفسه هل جا لقجا تحرك من قرارة نفسه ومن سلطة بلديه أو كان له دعم في الكاف على أساس أنه ميسران كوين وهذا هو السؤال اللي لازم نجاوبوا عليه وانا نظن أنه عنده ضمانات سامحني برك باش نديول كان باش نديول كان ما تكفيش الإرادة السياسية وحدها وما تكفيش الديبليوماسية وحدها التابع حال أنهم لزنستانس سبورتي في التوعك المكلفة بالرياضة لازم تكون في المستوى إذا ما كان شو المستوى ومزالوا طيحين في هذا الطوفيليات أنا أقول لك باي باي لكان عندك لي يعرفون عندك علاقات كيف ركما أقول أنت لا يحتوي في تريبي لجال الشراطة في الين وحاوزوا عندك روا يعرف عندك شرف الدين عندك ناس يعرفوا عندكم علاقات عندكم ناس قادرين يروحوا بعيد عندكم براف يعرف حدكم بكل حبينا ملاح ملاح لكن يقدر يسوق بلاد يا أبي حيزة سيسافة بلاد هذه عادة بلاد يا شيخ جمال ده المشكلة يا شيخ جمال نفهم من المشكلة صاحب البنين أنه لكاف من اللي أنت عاقب المغرب بعد انسحابهم قال استدل بذلك قال لك وش معنتها أنه المغرب ما جاتش للجزائر في الشان وما عنداش حجة ولا كاف ما سلطتش يعني عقوب لحد الآن لحد الآن يعني لا كاي نسمع شو لوبي تاهم لوبي تاهم خليني أنا مليش حاب نتكلم على بسكو نعطي لهم أكبر قيمة كتر من اللي يستهلوها رح ما نخذ الفاصل رح ما نخذ الفاصل أنا لأخذ الروح الفاصل رح الفاصل وهو تحامل بعض الأطراف للأسف في الخارج على كل ما هو جزائر أيضا أولا نرجع للقضية بسكو احنا عن نار هانات والجزائر لا توموبيليزي بإذن الله وبيحاوليه نكونوا في المستوى الهدف منه أنه باش من حصل على دميل وينساق احنا الشي اللي تتير عليهم أنا نقول حاجة سينهابيا كل جزائري له الحق أن ينتقد أن ينتقد سياسة بلده كل نسموه هذا حق دستوري مضمون لأمور تأجبك ما تأجبك شأمور كينا حاجة اللي لايزمش يعني هذه مؤمن محرمات أنك ما تتاكيش بلادك تنبي دولتك أنا نعير في ناس يجيب لك حتى صور يعني يستطيع يتصور لك في المغرب وأمور من هنا ويجعل باللي ها هو في المغرب أحسن من الجزائر والجزائر هي التي تسببت وهي 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 كده هل هل ترحل لفسه ما هو السبب اللي يجعل المغرب يتحمل على الجزائر نقولها بصريح العبارة إذا كان يعتبروا أنه قضية الصحراء الغربية في الصحراء الغربية الجزائر لم تكن طرف أصلاً فيها هذه قرارات أممية والأمم المتحدة هي التي ترعاها وترقبها ورهيم دايرة ديمستورة راه هو عظم وممثل هو والمينور صورة متواجدين فيه ما دخل الجزائر في الموضوع الجزائر نقول هاك ونعطي هاك فلا ربما القديم من الجزائرين يعرفوها لأنه المغاربة وبعض من المغاربي تهمون الجزائر أنه لا عندها أطمع توسعية من الجهة الجنوبية الغربية الجزائر اقترح لها سفاد أمير 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 السعودية اقترح على الجزائر أم باساس دو ترونت كيلومتر فيه ثلاثين كيلومتر يطل على المحيط الأطلسي من أجل أنه يتسل قالت الجزائر وبسريعي العبارة ليست لنا أطمع توسعية وليست مشكلتنا مشكلة أرض لو كان بغير الجزائر مثل ما هو المغرب اللي ترحل الإشكالية كيف أنت اجتمعت الحسن الثاني معابولدادا وقسمتوا الصحراء الغربية أولا بدون حضر الشعب الصحراوي المعني قسمتوا الشعب قسمتوا بيناتكم وبدون حضر الجزائر والجزائر لا يعنيها الأمر إذا كانت تعتبر أنها أرضك فلماذا تقسمها مع موريطانيا لماذا تقسمها مع موريطانيا والشعب الصحراوي غير محل هذا اللي نقول برك نبدأ للتاريخ والسياسة لكي يعرف الجزائريين أنه الموقف مبدعي ينسى جمع ثورتنا ينسى جمع دبلوماسيتنا مثل الستين أو من هذا أننا لا نتدخل في البلدان الكلمني ولكن نحن من خريطين في سياسة ونعتبره باللي الصحراء الغربية مش الجزائر اللي تقولها اللونيو اللي تقولها باللي اللي معني بلاد كولونيزاشن اليوم أنا وش تبغي من الجزائر كسك تفد دولار الجيري تزيد أكثر من ذلك ما حصلش في بلعبتش في أي بلد من العالم تجيب لي عدو صهيوني اللي تعرف أنه عدو كل المسلمين وكل العرب تجيبوا لي في العدود تجيبوا يهدد الجزائر من العدود من بلدك يهدد الجزائر هذا راني نقول لك بلي الأمورات وصلت إلى حد الجزائر متمسكة متحكمة في عصابها وليوم رهي الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق السكرتير في بمبساطة وتقول بلي الجزائر ستا نغران بي ستابلزاتر دون la رجون بسكو كون تاح الجزائر ويكون قسم يقدر ربي على الجزائر ستوت لأفريكي أمباتيرا إلا نور و أوروبا أروا أمباتير وكلمة كلمة أخيرة إحنا الجزائر كينو خرجوا من المرسل كبير وهر فير الأطلنطيك أهم من تذهب من هنا تضرب 4000 كم بيش تلحق الأطلنطيك صراحة صراحة نحو 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 كان هذا أول فيديو اليوم خليوا لي الرأي ديكم تعليقا مش بخلوشوا لي بالرأي ديكم الناس ما زل ما مشاركينش معاني يشاركوا يفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دينا دايما شكرا لأي واحد كيف عميوا وكيف العديد نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب